ما هو الجرم الذي ارتكبته غاناته الجديد والذي استدعى من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إصدار قرار انتهامي بحق شركة الجديد ونائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمخياط ما الذي تصوره المحكمة على أنه تحقير وعرقلة لسير العدلة القضية بدأت مع وصول مغلف يتضمن لائحة بأسماء شهود مزعومين للمحكمة الدولية إلى مكتب كرمخياط التي اجتمعت برامي الأمين وكلفته مهمة البحث في صحة هذه الأسماء ومدى مصداقيتها وهل حقا تعود لشهود في المحكمة الدولية؟ كان لابد من استقصاءات مكثفة للتأكد من المعلومات التي وصلت إلى الجديد لمحاولة استكشاف خلفيات القرار للاتهامي وما يستند إليه عملنا شهورا على الملف حتى توصلنا إلى تصوير عدد من هؤلاء الشهود وإجراء أحاديث جانبية معهم ومن ثم الاتصال بهم صراحة لسؤالهم ما إذا كانوا قد شهدوا للمحكمة الدولية أم لا إجابات معظمهم جاءت إيجابية ولم يبدو أن المحكمة قد نبهت هؤلاء إلى عدم التحدث مع السحفيين والإجابة على أسئلتهم جمعنا معلومات كافية عن هؤلاء الشهود وركزنا على وظائفهم التي أمنت للمحكمة مفاتيح الوصول إلى كنوز المعلومات في الدولة اللبنانية من داتا الاتصالات إلى داتا أرقام السيارات إلى داتا الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة فضلا عن مؤسسات عامة وخاصة وضعت المحكمة يدها على الداتا الخاصة بها في استباحة كاملة للسيادة اللبنانية ولأسرار الدولة التزمت قناة الجديد في عرض الحلقات الخمس التي تناولت شهود المحكمة الدولية بأقصى درجات التشدد المهني لجهة عدم التشهير بالشهود وعدم ذكر أسمائهم أو عرض وجوههم لقناعة القيمين على المحطة بأن الهدف هو أكل العنب وليس قتل النطور بمعنى آخر حرصت قناة الجديد على أمن الشهود أكثر من المحكمة التي فرطت بأسمائهم وسمحت بتسريبها طبقت قناة الجديد بكثير من المهنية ما يمكن أن نسميه نظام حماية الشهود فيما أظهر نظام حماية الشهود في المحكمة ضعفه وعدم فعليته أمام التسريبات من داخل المحكمة وهذه التسريبات هي التي عرضت الشهود للخطر وليس نشر الإعلام اللبناني لهذه التسريبات ببساطة أكثر نقل الكفر ليس بكفر